موسيقى قامت رئاسة أركان القوات الجوية بواجب العزاء لزميله من عقيد الطيار عادل جهاني الذي استشهد في أحد محاور مدينة درنة وقد كان في حضور واجب العزاء رئيس أركان القوات الجوية ساقر الجروشي وآمن قاعدة بنينة جوية العميد محمد منفور والعديد من الضباط والضباط الصف الذين ودعوا رفث زميله من الذي قضى نحبه في مقارعة الإرهاب رجل شهم عندما بدأت عملية الكرامة وبدأ صالح جودة وبرمعود رب الله يرحمهم قافل الشهداء جاء إلي وقال لي يا فاندي صغر نبون طيرو ضيارات بنينة جهز جهزوها المهندسين والفنيين ولكن له مدة مطارش لبت الخمسطاشر سنة ولكن شفت نشط وعند الرغبة الجامعة يبي شارك وهو قال لي صالح جودة مدرب على الميك 23 ونحن نتوكع على الله آدري جهاني هو أحد الضباط الذين اتحقوا بمعركة كرامة منذ انطلاقتها وهو أحد الطيارين الذين قارعوا الإرهاب في عدة محاور منها الهلاذ النفطي وبنغازي ودرنة إلا أنه سقط شهيدا في مدينة درنة ليكتب الله له الشهادة التي ودع بها رفاقه الذين سيكملون المسيرة من بعده لتحرير تراب الوطن من الإرهابيين طبعا شرف كبير لنا نحن وشرف للقوات المسلحة وجيشنا البطل إن شاء الله وبرجاله وهذا فخر وإن شاء الله معركتنا مستمرة ونحن مؤيدينهم نحن مجرد ناس دعمنا كيفنا كيف فالآخرين في يد وحدة بش نحن حققنا انتصارات كبيرة الشهيد العقيد عادل الجهاني هو ليس بالأول أو الأخيرة ودعتهم رئاسة الأركان القوات الجوية العديد من الشهداء ضحوا بأرواحهم من أجل القضاء على زمرة الإرهابيين في ربوع الوطن لقناة ليبيا الحدث محمد العزومي بنغازي شكرا